زي ما قلت لحضراتكو احنا متابعين الشارع متابعين اللي بيحصل لو فيه اي حاجة لو فيه اي تجاوزات دلوقتي فيه تويتات موجودة انه طبعا بيحاول يقولوا اي حاجة فبيقولك ايه الناس ماشية فيه ناس نزلت فعلا بس مش لاقي حد يوجههم يعني احنا موجودين في الشارع بس مش عارفين فين ياريت حد يقول لنا نروح فين اقولك انا تروحوا فين اقولك انا فين مهم هنتابع مع حضراتكو وموجودين لغاية اخر الحلقة لو فيه اي حاجة هتعرفوا اول معلومة من عندنا لو فيه اي شيء زي ما بقول لحضراتكو في هذا اليوم يوم عيد الشرطة بشكر كل الشرطة المصرية على فكرة هذا الجهاز عانى في العشر سنين الاخيرة معاناة كبيرة جدا من جهاز كان بيتم تدميره كان بيتم تفكيكو وقت الاخوان كان خيرة الشاطر عايز يعمل مكتب في وزارة الداخلية ويقود هذا الجهاز من مشاكل ليه علاقة بالثقة بين المواطن وبين وزارة الداخلية الحمد لله كم سنة الاخيرة ابتدت تعود او عادت هذه الثقة بين المواطنين وبين وزارة الداخلية ان شاء الله الامور تتحسن ان شاء الله العلاقة بين المواطن وبين قسم البوليس في مصر تكون افضل انا بشكرهم على الاداء بتاعهم النهاردة في حماية الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة